صباح الخير لكم من جديد العناية بالأطفال حديثي الولادة كانت عنوانا لندوة إعلامية أقيمت الخميس الماضي في دبي وحضرها عدد من الأباء والأمهات الحوامل فعلا مريم الندوة التي نظمها المستشفى الكندي التخصصي جاءت بمناسبة مرور عام على تأسيس وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في المستشفى الهدف من تنظيم هذا الحدث هو لفت الانتباه إلى ضرورة توفر وحدات العناية المتخصصة التي تعنى بحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة الندوة ركزت على أهمية أن يفكر الأهل إمكانية احتياج المولود إلى نوع من الرعاية الطبية بعد الولادة خاصة وأن الإحصاءات تشير إلى أن واحدة من كل تسع أمهات معرضة للولادة المبكرة الندوة كانت مناسبة أيضا للقاء الأمهات الحوامل بأهالي الأطفال الذين تم علاجهم في وحدة العناية المركزة للأطفال التابعة للمستشفى والاستفادة من تجاربهم السابقة خاصة أن إرسال الطفل إلى وحدة العناية الخاصة قد ينخيف بعض الآباء والأمهات بسبب قلة الدراية بدور وحدات العناية الخاصة بالأطفال إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع يصعدنا اليوم في دبي هذا الصباح أن الصديف ويانا دكتور حيدر الزبيدي الرئيس التنفيذي للمستشفى الكندي التخصصي صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك ويانا صباح الخير بداية دكتور خلنا شوي نتكلم عن هالفعالية كيف كانت الفعالية وشو حصلت أصداءها بعد ما انتهت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمي الفعالية كانت ممتازة مثل ما حضرت اجذكرتي قبل شوية كانت ذكرى مرور سنة على افتتاح وحدة العنايب الأطفال الخدج في مستشفانة كان في نوع من نواع التركيز ونوع من نواع الاحتفال جماعنا الأهالي اللي أغلب الأهالي اللي كانوا أطفالهم وحدة العنايب الخدج في مستشفى كان بداية الاحتفالية كانت نبذة عن افتتاح المركز وبعدين شوية عن الجنود المجهولين اللي كانوا خلف الكواليش جميل جميل بعدين صار تعريف نوع من نواع التثقيف عن الوحدة نوع من نواع التثقيف عن الحمل بصورة عامة كان بحضور الأهل أيضا دكتور بحضور الأهل وبحضور الستاف المستشفى وحتى ناس في ضيوف من بره نعم متخصصين أكيد ومهتمين دكتور خلنا نتكلم عن وحدات العناية بالخدج في المستشفيات أساسا الخدمات اللي تقدمها المهام اللي تقوم بها شو؟ طبعا هي لا شك أنه من أكثر المراكز الصعوبة وهي مراكز العناية بالخدج وحد يثيره الولادة نعم ولهذا تلقي المستشفيات تفكر ألف مرة قبل لتخطوها الخطوة هذا واحد من الأسباب اللي يخلى هذا القطاع غير نشط ولهذا في كمية المستشفيات وكمية المراكز اللي توفرها الخدمة قليلة مقارنة بالاحتياج سواء على المستوين المستوى الحكومي والمستوى الخاص الشيء الغير جيد اللي بالموضوع أنه ويا قلة المراكز الحاجة كل يوم تزيد طبعا وقليل من الأهل تعرفين في بعض الأحيان ممكن أن الطبيب النسائي أو طبيبتي النسائي تتوقع أنه هذا الطفل راح يروح لخدجة وحد يثيره الولادة لكن في أحيان كثيرة ما يكونوا نحاسبين حسابهم ولهذا يبدأ البحث عن هذه الوحدات متأخر بعد أن تصير الولادة طبعا هذا مخلي ضغط على كل الجهات سواء الجهات الحكومية أو حتى الجهات الخاصة اللي هي قليلة اللي يتمتلك هذه الوحدات طب أيضا أهمية توعية الأهل دكتور يعني خاصة أننا شهدنا الكثير من الأهالي حاضرين فيها الفعالية أهمية توعية الأهل بهذا الأمر كبداية خلينا نشكر الأهالي اللي حضروا هاي الفعالية الأهالي اللي حضروا هاي الفعالية حضروا للتقدير للتعبير عن تقديرهم وامتنانهم صحيح الحمد لله رب العالمي الوحدة هذه أثبتت نجاح اليوم الإحصائيات اللي في هذه الوحدة أنه نسبة المشاكل نسبة الوفيات نعم صفر بالمئة نسبة الالتهابات تقريبا واحد أو ثين بالمئة اللي هي حتى أفضل من كل الستاندردز اللي موجودة بالعالم حتى عبعين قاعدين نشاهد بعض الصور للفعالية اللي تمت وشايفين بعض صور الأهل الأهل كانوا حاضرين بشكل كبير وبارز نعم دكتور حيدر لو تكلمنا شوي عن الأطفال الخدج أكثر حاولنا ندخل في التفاصيل الطبية يعني ما سبب يعني نجاة نقول الأطفال الخدج يعني الأطفال الخدج يعني لله الحمد في الأولى الأخيرة أنت قلت زادت الحاجة إلى مثل هذه الوحدات وحدات العناية بالخدج وحديثي الولادة ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الولادة المبكرة أو أن يكون في أطفال الخدج هي كبداية ما في أسباب مباشرة في توقعات أن مع زيادة عمر الأهل مع وجود بعض الأمراض عند الوالدة أو الأهل مع زيادة أمراض انتقالية التي صارت موجودة أمراض الضغط، أمراض السكر، كل أمراض بصورة عامة إضافة إلى بعض الأحيان يكون من أنواع الأهمال عند الأهل نعم خاصة في موضوع المتابعة في فترة قبل الحمل نعم مع الطبيب المختص طب دكتور، فينا نقول أن أحد أول، أو الولادة المبكرة أحد أسبابها هي المشاكل القلبية التي قد يعاني منها الطفل لاحقا في المستقبل؟ نعم نعم فكرة بالولادة قبل إتمام الأسابيع الله سبحانه وتعالى، يوم الذي يطلع عن طفل الدماء أنه يكون الطفل من والدته كامل النمو نعم مكون أي مكون كامل نعم أو بعض الأعضاء تكون غير مكتمل أو غير ناضيجي ولهذا ستكون وظيفة الحاضنة أن تكون وظيفة الأم ووظيفة الأطباء ووظيفة الممرضين ووظيفة هذا الكادر أن نحاول يوصل هذا الطفل إلى مرحلة أن تنمو بها كل الأعضاء دكتور بعض الأهالي يمكن ما عندهم الوعي الكافي بأهمية أو الخدمات التي قدمها وحدة العناية بالخدج كيف أنتوا جهودكم نتحدث كمستشفى المستشفى الكندي التخصصي للاهتمام أو للتوعية بأهمية دور هذه الوحدات طبعا هو دور مو دور مستشفى الكندي هو فعليا دور شامل وعام دور الجهات المعنية دور الإعلام دور وزارة الصحة ووزارة الصحة والخدمات الطبية ألتوا لكم دور وإحنا أنه دور بينما كانت الفعالية التي عقدتوها كانت في المنطقة特別 اليوم الخميس الماضية بها ؟ شكلت الوحيان مرحلة التوعية مشكلة على قدم حملات التوعية تشمل الأخبار ومساعدتنا حملات التوعية تشمل الجرائد حملات التوعية تشمل التثقيف حتى هناك برامج تثقيف خدرته الأطباء وإعلاننا مساندة لجميع الأطباء يعني نحن اليوم نستقبل هذه الوحدة إلى هذه اللحظة مستقبلها مرة من سبع مستشفيات خاصة وحكومية هذا نوع من أنواع الإستاذ بالإضافة إلى هذا كل حملات التوعية المستمرة للأهل لفترة ما قبل الولادة لفترة الحمل لازم دائما نخلي في بال الأم أنه في أي لحظة ممكن تكون ولادة وفي أي لحظة ممكن أن تحتاجين هذا نوع من المراكز طيب دكتور حيدر يعني أهمية أيضا تدريب الطاقم الطاقم اللي لازم يكون مؤهل لرعاية الأطفال الخدج كيف يتم ذلك صحيح احنا فعليا هذا نوعا ما نقطة شائكة لأن احنا فعليا في مستشفياتنا ما راح ندرب هذا الطاقم لأن عادة نبحث عن طاقم مدرب ومؤهل وما يكون عنده أقل من سبع إلى ثمان سنوات من الخبرة مسؤوليتنا زيادة الوعي زيادة الإمكانيات التدريب المستمر لكن كخبرة عادة البحث عنهم يكون نوعا ما متعب يعني يوم إذا دخلت الوحدة من هذه الأي حاضنة أو الأي مكان في هذه الوحدات راح تشوفين ستاف عنده أكثر من عشر بسي خبرة وكل واحد من بلد لأن حتى الحصول على هذا النوع من الكادر صعب صحيح بالفعل نعم دكتور شو هي المخاوف أساسا اللي تواجه بعض الأهالي بالنسبة لوجود أطفالهم في مثل هذه الوحدات برأيك؟ إن كانت هناك مخاوف عادة نحن خلينا نتفق أنه لازم يكون فيه مخاوف لأنه هي الوحدة من الوحدات الصعبة يعني أنت اليوم الطفل ما راح يدخل إلى وحدة العناية المركزة بالأطفال الخدج إلا إذا كان عنده مشكلة ومشكلة كبيرة يحتاج إلى العناية الخاصة يعني أمراض البسيطة أو الأمور السهلة إحنا هذه ما نوقف عندها طبعا بس يوم الطفل دخل هذه الوحدة معناه لأنه حالته صعب واحدة من الأشياء عدم اكتمال النمو بمناسبة ملاحظة بسيطة أن هذه الوحدة لا تستقبل فقط الأطفال الخدج الخدج فقط تستقبل الأطفال الخدج والأطفال اللي عندهم مشاكل يعني مثل شو المشاكل يعني مشاكل قلبية يعني مثلا إذا شفت أنت المقتطفات يمكن شفنا من المؤتمر دكتور شعايب سوى بريزنتيشن بسيطة عن واحدة من الحالات اللي يستقبلها من إحدى المستشفىات الخاصة بالبلد بعد أن عزوا عن إعلاجه أنه كماش بالرأة يصير إحنا في الرأة فيها الرأة وبعد الرأة في غشاء هذا الغشاء يوم اللي يصير داخله هو يضغط الرأة وهذه الرأة تضغط حتى على الرأة المجاورة فتنكمش واحدة من الحالات اللي يسوي عليها هذه دكتور شعايب سوى بريزنتيشن الطفل كان كامل وصارت عداد المشاكل فمجرد وجود الطفل بالعناية المركزة هو الكبير إذا كان بالعناية المركزة فهو فيلم رعب العائلة صحيح فمبالك أنه هذا طفل هذه واحدة النقطة الثانية تصير عادة هذه النوع من المشاكل اللي هي مشاكل الالتهابات نعم نعم مثل ما تعرفين أنت أكثر من طفل في مكان واحد إذا طفلك كان عنده التهاب رح تبدأ عنده مشاكل صحيح ولهذا من الستاندرز اللي احنا نتبعها أنه أي طفل يجي من أي مستشفى برا مكانة الولادة عندنا داخل مستشفى يعني محال من إحدى المستشفيات السؤال الحكومية والخاصة طال الطفل نستقبله في وحدة العسل بعد أن نسأله كل الفحوصات والتحايل ويثبت أنه خلوه من الأمراض ذاك وقت أنه ينتقل مع الأطفال الباقي نعم إذا نصيحة أخيرة أو كلمة أخيرة تقدمها للأهل اللي يتابعونا اليوم دكتور حيدر عن اللي هم أيضا يعانون من هذا الأمر ولديهم الطفل يعني لازم يدخل في هذه المرحلة نحن كبداية نصيحاتنا للأمهات الحوامل نعم أن الأنتي نيت الكير أو فترة متابعتنا الحمل وقبل الولادة هذه ستغنيها عن مشاكل كثيرة نعم النقطة الثانية دائما الأهل يجعلهم في حساباتهم أنه من الممكن في أي وقت أن هذا الطفل يحتاج وحدة عناية بالأطفال الخدج فإذا لم يكن في مستشفى فيها وحدة عناية فعلى الأقل هم عاملين ترتيباتهم أو المستشفى عامل ترتيباته مع مستشفى ثاني أن نتستقبل هذه الحالة نحن عادة نحن أكبر وحدة بالبلد بس نحن يوم اللي عدنا 14 حاضنة فل صعب أنه نستقبل مريض 15 نحن نخلي طبعا فعادة أنه يكونون ردي يكون فيه باك أب مثل ما نقول النقطة الثالثة اللي هي من نقطة جدا مهمة نعم من أول يوم الحمل إلى آخر يوم الحمل كل مراجعة وكل نصيحة من الطبيب هو تكون شيء مقدس عند الأهل طبعا طبعا لازم أخذها بحذافيرها والعمل عليها بحذافير وآخر نقطة أنه يخلون ثقتهم بأطباء العناية كبيرة طبعا والعمل كبير وبالممارضين أنا نفسي شكرت الممارضين في يوم المؤتمر يعني بعد لما أجي دوري أنه يقول كلامتي صاعدت شكرت الممارضين لنا أنا بعيني شافي الممارضين وممارضات يوم اللي تحمل الطفل أقسم أنه قد تكون كأنه حاملة يبنها الحمد لله يا رب وهذا طبعا بسبب دعمكم وجهودكم أيضا المتواصلة في هذا الإطار نحنا شاكرين جدا وجودك ويانا اليوم الدكتور حيدر الزبيدي الرئيس التنفيذي للمستشفى الكندي التخصصي ونتمنى لك صباح سعيد إن شاء الله شكرا دكتور حيدر شكرا